اكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت سيد جواد السيد حسن وزيرة الصحام وصلة الجهود ومضاعفتها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين في كافة محافظات مملكة البحرية نعم وذلك بما يسهم في دعم اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعى وفق الخطط الموضوعة لتطوير القطاع الصحي ضمن جهود الحكومة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واشارت سعادة وزيرة الصحة خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها الى مركز البلاد الغديم الصحي للاطلاع على اخر المستجدات توسعة المركز في اطار متابعة تطورات مشروع التسيير الذاتي الى حرص الحكومة على تطوير المنشآت والمرافق الصحية في كافة المراكز الصحية بمختلف محافظات المملكة منوهة بالدور الكبير الذي يطلع به القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم مساعي وجهود التنمية المستدامة لا سيما على الصعيد الصحي مشيدة بالجهود التي تبذلها مؤسسة يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية التي تصب في ترسيخ صور التكافل المجتمعي وتعزيز المسئولية المجتمعية لدى الجميع وبيّنت سعادة وزيرة الصحة همية المبادرات الداعمة للقطاع الصحي والهادف لتعزيز منظومة خدماته وجودتها بما يعود بالنفع على المجتمع